تحت شعار الحق في الحركة أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن الماراثون الدولي المزمع عقده في الحادي والعشرين من نيسان المقبل في بيت لحم ليكون أول ماراثون دولي خاضع لقوانين الرياضة العالمية وبمشاركة فلسطينية ودولية يدخلوا بأنفسهم من خلال فياز اللي يحصلوا عليها من دولهم الأوروبية أو يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية بعبر الاحتلال فيدخلوا بطريقتهم الخاصة ومن خلال فياز أما بالنسبة للمشاركين من الدول العربية فسقم فنسعى في المجلس الأعلى للشاب والرياضة لإستدار تصريح دخول لهم من أجل هذه المشاركة وبالنسبة للمشاركة من غزة هناك ترتيب من قبل اللجنة المنظمة من أجل إشراك أخو لنا من فلسطين الماراثون الذي سيشارك فيه أكثر من 200 متصابق عالمي إضافة للمشاركين الفلسطينيين يحمل رسالة رياضية وسياسية فالمسافة القانونية المعتمدة تزيد عن 42 كم متواصلة دون تقسيم لذهاب وإياب لكن فلسطين لا تمتلك هذه المسافة المتواصلة دون حواجز إسرائيلية مضطر المنظمين لتقسيم المسارات داخل بيت لحم أعتقد أن الإعلام الدنماركي يعتمد في تقديمه للقضية الفلسطينية على النقاش السياسي والقوانين الدولية لذا الناس العاديون لا يستطيعون تشكيل رأي عام عن الوضع هنا بينما تجد في الرقل لغة عالمية أي أن كان من يمارسها هنا سيعي كيف لا يمتلك الفلسطيني بضعة كيلومترات متواصلة للجري فيها في الدولة الماراثون الذي سينطلق في فئاته الأربع من ساحة كنيسة الماد سيوحد المتصابقين في لغة الجري ليختاروا بعدها مفرداتهم في الحديث عما تعانيه فلسطين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر